سؤال الأولى لأنه وصلنا بيقول السلام عليكم لو سمحت يا شيخ من يومين حصل موقف معايا أنا وزميلي في الشارع وحصلت مشدة وشتمني شتائم لا يرضى الله بها وواحد جه قال لي ينفع تسيب ويشتمك كده رضيت الشتيمة كده ربنا سبحانه وتعالى يحسبني ولا أنا مش غلطان هو ربنا يحسب اللي جاء لك وقال لك انت رضيت الشتيمة ده راجل يمشي بين الناس بالوقيع على عزو بالله ده مش من أهل التقوى ده ليه طيب لأن الشخص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أجل الأوقات يعني دلوقتي أنا أنا دلوقتي في حضرة مولانا أنا دلوقتي في رمضان وصايم أنا وفي الصيام إيه اللي حاصل بيحصل لي حالة من حالة الجلال كده حالة من حالة التقدير حالة من حالة الكرامة إيه الكرامة دي؟ إلا الصوم فإنه ليه فأنا في حالة كرامة أنا اللي أنا بصومه ده لله فأنا وصايم كده في حالة كرامة طيب اللي في حالة كرامة ده لو حد يتعد عليه المفروض إيه اللي حاصل يتبهدل وتهزق وتشتم لكن سوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان صوم يوم أحدكم إذا كان يوم صوم أحدكم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم يعني يعمل إيه؟ ده مش بس أجتمه ده أجتمه يقتله يبقى حدث النبي منعنا أمرنا لأن ده خبر أريد به الإنشاء يعني فليقول يعني لا يرد شتيمته ده في أجل يبقى في الأمور العادية في الأوقات العادية أشد وآكد أن أنا ما ردش هناك أحاديث كثيرة في المسند وعند أصحاب السنن إن إني لو حد سب أحد أو شاتمه بما فيه إيه اللي حاصل فلا يرد عليه فيكون الأجر له للمشتوم ولوبال عليه على الشاتم يبقى إيه اللي حاصل ما يردش عليه وكأن الحديث بيقول إن إنت لو ردت عليه تكون في الإسم تكون في الإسم سواء يبقى إيه ما تردش عليه لكن تعمل إيه ما تردش عليه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه وأوصاف الذين عملوا إيه وأوصاف عباد الرحمن إيه من أوصاف هؤلاء أنهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبقى أنت لو قالوا سلام يعني ايه يعني لو حد جاهل عليهم ايه اللي يحصل يقول قولا حسنا سلاما يعني يقول قولا حسنا اني بقى ايه اللي حاصل يبقى لا ترد عليه يبقى الفعل اللي انت فعلته ده هو ده اللي أمرك بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك الأجر أما الشخص اللي كان بيصلتك ده فهو قد يكون آثما ليه قد يكون آثما لأننا مش عارفه وقال لك كده ليه بس اللي فعله وفعل ده هذا فعل فاسد نقول لك انت تسكت ردد الشتيمة أنا مرضيتش الشتيمة بس أنا قابلت سوء الأخلاق بحسن الأخلاق لأن العهد الذي بيننا وبين الله أن نطيع الله في من عاصى الله فينا طب والناس تتعود على ان هي تشتم كده والناس تسكت لها لا بقول الناس دي ايه اللي حاصل فاهمت ان انت ان هو صغير وانت عند الله كبير لأنه سبك والشت ليس من شيمة الكرام ولكن شيمة أهل الإهانة فانت بتقول لي ربنا يحسبني لا ربنا يرضى عنك ويزيد في ايه ويزيد في عطيته لك سبحانه وتعالى ويزيد في رضاه عنك وانت مش غلطة لا اشتركوا في القناة